بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثالثة كيفية الاستطابة أي التطهر من نجاسة تكون إما بالجمع بين الاستنجاب بالحجارة أو الورق ثم الاستنجاب بالماء أو الاقتصار على الاستنجاب بالماء أو الاقتصار على الاستجمار بالحجارة وهذا جائز عند أكثر أهل العلم لحديث أنس كما هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء وحديث عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكنا أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله العدد الذي يحصل به الإنقاء في الاستجمار الواجب الإنقاء بثلاث مسحات سواء كان بحجر واحد أو له أطراف أو بثلاث أحجار مختلفة فإن لم ينقى بالثلاث واجب أن ينقي بأربع فأكثر على أن لا يبقى لذلك أثر فإن بقي أثر فلا يزيله إلا الماء ودليلهم على أن العدد الذي يحصل به الإنقاء في الاستجمار ثلاثا هو حديث وليستنجي بثلاثة أحجار ومعنى يستنجي أن يستجمر ولخبر مسلم عن سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فإذا زاد عن الثلاثة عن ثلاث مسحات سن أن يؤتر أن يأتي بها وطرا خمسا أو سبعا أو تسعا لحديث أبي هريرة إذا استجمر أحدكم فليستجمر وطرا لكن هذا الأمر ليس واجب وإنما هو سنة والذي صرفه عن الوجوب حديث من استجمر فليؤتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه عدد غسلات الاستنجاء بالماء الصحيح أنه حتى يطمئن القلب أنه يغسل أو يستنجي حتى يطمئن القلب أنها قد زالت النجاسة ويتيقن أو يغلب على ظنه وهذا هو مورد عن الإمام أحمد فقد ذكر أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد ولا أمر به ولكنه روي أيضا عن أحمد أن عدد الاستنجاء سبع غسلات وعلى هذا فإن الواجب في الاستنجاء أن يغلب على الظن زوال النجاسة هل الأفضل الماء أو الحجارة؟ يعني هل الأفضل الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة؟ والجواب أن الماء أفضل لأنه أبلغ وخاصة في النساء كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأمر به في حقهن والأحوال فيه الأفضلية على ثلاث مراتب المرتبة الأولى الجمع بيد الحجارة أولا أو ما ينوب مكانها كالفاين أو القماش أو نحو ذلك ثم يستنجي بالماء وهذا أفضل كما نص عليه طائفة من أهل العلم لأن مقصود الشرع هو حصول الطهارة على الأتم والأكمل فهو موافق للأصول العامة وبالتالي فإن هذه المرتبة هي المرتبة الأفضل والأحسن في الإنقاء أن يجمع بين الحجارة وما يكون مقامها وبين الاستنجاء بالماء المرتبة الثانية يستنجي بالماء لأنه أبلغ طهارة ونظافة المرتبة الثالثة الاستجمار بالطاهر المنقي من الأحجار ونحو ذلك المسألة الرابعة متى لا يجوز الاستجمار بالحجارة؟ نص فقهاء الحنابلة على أن الخارج إذا تعدى موضع العادة وجب استعمال الماء في المتجاوز ولا يجزي الاستجمار لأن الاستجمار رخصة بموضع فقدرت فإذا خرج وتجاوز المخرج والمعتاد فإن هذا يكون خلاف الأصل وعليه فإنه يلزم الاستنجاء أو استعمال الماء دون الحجارة ونحوها الحال الثاني إن انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر كما هو معروف في هذه العصور بأنه يمكن أن يفتح مع البطن أو مع أي مكان آخر فإن هذا إذا انفتح إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح في البطن ليخرج منه الأذى فلا يجزي الاستجمار لأنه غير السبيل المعتاد وأن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم تثبت فيه إحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء مسته ولا يجب بالإلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الحكام فأشبه سائر البدن إذن يمكن أن نقول أنه لا يجوز استعمال الاستجمار بالحجارة ونحوها في موضعين الموضع الأول إذا تعدى موضع العادة موضع أو المخرج فإذا تلطخ به الرجل أو تلطخ به المخرج فإنه لا بد من استعمال الماء وكذلك إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح من مكان آخر فإنه لا يجزي في ذلك الاستجمار وإنما لا بد من غسله بالماء المسألة الخامسة هو شروط المستجمر به يشترط في المستجمر به الشروط التالي أن يكون المستجمر به طاهر كالحجر والخشب والمناديل ونحو ذلك لما روى ابن مسعود أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما أي أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس يعني أنه لا يجوز بالشيء الذي غير الذي ليس طاهرا أن يكون المستجمر به مباحا فلا يجوز المسلم أن يستجمر بالمغصوب والمسروق ونحو ذلك أن يكون المستجمر به يابسا أي جامدا لأن الرخ لا يحصل به الإنقام أن يكون المستجمر به منقيا فيخرج بذلك غير المنق كالزجاج ونحوه فلا يجوز الاستجمار به لأن الاستجمار هو أو هدف الاستجمار هو الإنقاء وإزالة النجاسة وإذا كان غير ممكن فإنه لا يزيل النجاسة وإنما ينشرها هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر